اهلا ليك وتحية ليك من كل قلبي النهاردة عايز اقولك خلي بالك في حاجات كتيرة يمكن تكون بتعملها او بتسرع من عمرك بتسرع من عمرك من غير ما تاخد بالك طبعا ما بتاخدش بالك لان نفس الغلطة بيعملوها التنهيين او من كتر اللي بعيشه نفس الغلطة بايت بين الناس عادي النهاردة هنتكلم عن واحدة من الغلطات دي مش بس عشان تعرفها لكن عشان تحاول تتحرر منها ويوم ما تتحرر منها هتعرف قد ايه ضع من عمرك وهتعرف ازاي تحافظ وتعيش كل لحظة باقيها من عمرك لو انت اب واعد مع ولادك وفي لحظة سرحت وبدت تفكر في شغلك عادي انت شايف انك مش بتعمل اي حاجة غلط لكن الحقيقة انو سرق منك جزء من عمرك لانك في الوقت ده لقى عادت مع ولادك ولا حتى انجازت شغلك ولو انت في شغلك وعادت تفكر في الزعلة اللي زعلتها السنة اللي فاتت مع المدام وزي هي كانت غلطانة وتعبتك نفسيا افضلت تقلب من مشكلة لمشكلة او من كلمة لكلمة وتنفعل وتهري في نفسك لانت اشتغلت كويس ولانت حليت مشكلتك مع المدام وتسرق منك الوقت ولو انت ام وخرجة مع العيلة فسحة وصرحتي هتطبخي ايه بكرة ولا تسرحتي في ايام زمان لما كنت طفلة وبتتفسحي مع بابا وماما وجده لانت هارفت يترجعي الماضي ولا انت تفسحتي وفرحتي ولادك وتسرعت منك اللحظة ولو انت تلميز وعدت تذاكر وابتريدت تسرح هتعمل ايه في الويك اند واحسن لو تخرج مع اصحابك ولا مع العيلة واحسن لو تقنعهم يروحوا سينما بدل ما يعودوا على القفيل زي الاسبوع اللي فات وكمان ازاي تقنعهم ما يجبوش الواد اللي غلس عليه على الخروجة اللي فاتت وتقعد تلوم نفسك انك معرفتش تكتمه ولو جيه هتتصرف معاه ازاي وكده لا انت ذاكرت ولا انت خرقت ولا كتبت الواد الغلس وتسرق منك الوقت طيب ولو جيه ويك اند وانت مع اصحابك في السينما وسمحت لعقلك في لحظة يفكر في الواجب اللي لسه ما تعملش والاستاذ فلان ابو دمت ايه اللي هيغزقك ويحرق دمك لا انت عملك الواجب ولا انتقمكت مع اصحابك وبقى لا فيه واجب ولا فيه فيلم وتسرقت اللحظة ودلوقتي عايز اقولك حاجة حاجة بان بسيطة لكن هيبقى لها تأثير كبير في حياتك عشان تعيش حياة فيها انجاز وليها الطعم تعود تفصل ما بين الحاجات وبعضها ما تسيبش الحاجات تسيح وتطلق بط ساعتها لا تنجز دي ولا تنجز دي لا تعيش اللحظة دي ولا دي بتذاكر ركز ومذاكرتك بتتفسح ركز واستمتع بفصحيتك بتشتغل ركز دلوقتي في شغلك بتفكر في حل المشكلة ركز فيها ما تفكرش في المشاكل التانية ما تسمحش قبداً لدماغك تاخدك بعيد وتلف بيك من حتة لحتة زي السواق اللي تاي مش عارف السكة وعمال يلف بيك من شارع لشارع يمكن توصل لكن بعد ما يكون راح وقت والوقت عمر والواحد مننا مجرد عمر عمر واحد بيروح ما بيرجعهش قعد لحظات هدوء مع نفسك كل يوم رجع يا سلمك في الحياة رتب تفكيرك تدرب عقلك خليك قائد قوي لحياتك اتحرر من عشوائية عشان تكسب كل لحظة في عمرك لكم تحياتي وأمنياتي بحياة سعيدة رائعة وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحيد ونيس